السلام عليكم ورحمة الله ايه وبركاته كما ترى هذه الواجهة النافس ووركس النافس ووركس يديني بعض الامكانات حلوة جدا في الكلاش ستاكتيف يمكنك تشوف المشاكل وقدر أحط قواعد لإكتشاف المشاكل وقدر أطلعه ريبورت شكله جميل وفيه الصور وفيه معنومات على كل كلاش فبيبقى تقرير جيد جدا تقدر هنا أشوف الاجتماعات فيه تقدر تعمل تايم لينير التايم لينير خاص بأن تربط الموضل بالجدول الزمية سواء تعملوا على البرامافيرا ومس بروجيكت أو ممكن تعملوا على النفس ووركس فيه عندي كونتيفكيشن اللي هو موضوع الحصر ان تعمل حص البطارية قوية بحيث ان انت تعرف التكلفة لكل العصر اللي عندك طيب البرنامج دوت بنلاقي ان احنا عندنا ثلاث نسخ فيه نسخة اسمها autodisc بدي فيها كل الامكانيات تمام وفيه نسخة ثانية سيموليت ده فيه اغلب الامكانيات بس هتجي في الكلاش مش موجودة فيه بس هو يقدر يعمل لي اللي هو انه يربط الشغل التاعي بالجدول الزمني ليه ان انت تعمل المراجعة للمشروع تشوف المشروع بتاعك ليه ان انت تشوف فيه نسخة ثانية فري ده مجاني ما فيه اي مشاكل خالص تستطابه عندك يعني ممكن يكون عندك فيه واحد شغال في بيم كوردينياتور او بيم كوردينيشن هتستطاب له نفسوركس مانج جوت بحيث ان هو يبدأ يشوف كلاشاته يبعثها للناس ويتابع معاهم المشاكل ويحلها وهكذا او فيه نسخة ثانية فري تستطابه عند الإدارة بحيث انه يبص على المشروع ولو عندها اي مشاكل تبدأ تبعثها للنفسوركس مانج او للبيم كوردينياتور اللي مستطاب للنفس ويقدر هو يشوف المشروع يبقى عندي ثلاث نسخة لو انت بتنزل مجاني او نسخة إدوكيشنال هتنزل نفسوركس مانج لانه شايفر كتير مدام تفع فلوس لو هتفع فلوس ابدأ يعمل دراسة عن اللي انت هتشغل عليه انت مجرد بس ان انت تتفعل على جوجل هتكتب نفسوركس إدوكيشنال ليه إدوكيشنال لان اليدوكيشنال بيديك ثلاث سنين مجاني ده بفرض ان انت بشغال في شركة لو شغال في شركة هو واضع اخر تمام طيب طيب اول حاجة تعملها تبدأ تسجل في تكتب الاسم بتاعك والايميل وتختار الاسدار لو الجهاز بتاعك قديم اختارها 2016 لو الجهاز بتاعك حديث تختار 2019 مش هتفع كتير هي نفس الوجهة ونفس كل حاجة الوبرائشن بتاعك 64 ما فيش 32 اللغة بتاعتك حسب اللغة اللي انت عرفها هيديك سير النمبر ويديك المساحة وانت عندك اسلوبين في التسطيب ممكن تعمل انستول ناو هيبدأ التسطيب او دون لود ناو هينزل الملف كله عندك ويبدأ يستطيب هل بميه هيبدأ بقى يقول شحك الفرق بينهم المزايا والعيوب تمام بفرض ان انا بعد ما سطبته ما تلاعليش المفروض ان فيه حاجة بتستطيب جوه الريفت اقدر من خلاله اصدر الشغل بتاعي لنفس سوركس يعني ببطيج هنا في الريفت بيتلاقي هنا في الادنس اكسترنال تولز بتلاقي اداء اسمها نفس سوركس 2018 وفيه حاجة اسمها نفس سوركس 2018 الهنا نفس سوركس 2018 دي بعدها بتلاقيها جوه الاخترنال تولز اللي موجودة في الادنس طيب لو هي مش منستطيبها ممكن تكون انت سطبت النفس سوركس وبعدها سطبت الريفت من لايه حاجة اسمها نفس سوركس nwc export utility بيبدأ يديك الاداة الاول ما تستطبها هتتظهر لك الطريقة للتنسيب من النفس سوركس من الريفت لنفس سوركس هنا بيقول لي اختار طيب هنا ممكن اقول له انا عايز اعمل عندي كل الاصدارات دية تقدر تستطب اي واحدة فيهم حسب اللي انت محتاجه ممكن تستطب دي مثلا اي روح مستطبه جوه الريفت بعد كده احنا نشغللنا على الريفت تقدر تاخد شغل بتاعك نفس سوركس في ثلاث امتدات نفس سوركس نفس سوركس نفس سوركس نفس سوركس يديني ثلاث امتدات في الاول نفس سوركس نفس سورك سوركس يعني continuان نفس جوه الريفت نفس سوركس نفس المنخلل ال NWC هتصدر تاني اللي ريفت عدلت حياتف الريفت فصدرت ال NWC زي ما نشوف مع بعض طيب لما تجي تصدر ممكن تكون انت تشغل على ملف NWC فشور بتاع كتير فعشان ما يحصرش الموضوع دوت عمل ملف تاني اسمه NWF ده اللي انت بتشغل عليه بعد كاف في ملف NWD اللي هو document يعني كل اللي مثلا شهر شهرين بتتحول NWF او NWC الملف انت تشغل عليه لانه NWD بحيس ان هو يبقى الريد ان لي من حتش يقدر يعدل عليه بس هو بيبقى موجود عندك على الجهاز كأرشيف او ارقايف بحيس تقدر ترجع ايه الشغل اللي انت كنت عامله من خلال تكتر بشور اللي فاته